كيف تعرف الإنسان الموسيقى؟ كل الأبحاث التاريخية تقول أن الإنسان من أول من وجد على الكوكب في الأرض في علاقة مع الموسيقى يعني من أول ما بلش يضربوا خشفتين على بعض أو يضربوا لحجار يعملوا مثل كانوا يعملوا دي سيميال بين بعض يتخاطبوا مع بعض بلشتها علاقتهم مع الموسيقى كأول طريقة للتعبير قبل ما يتعلموا يستعملوا صوتهم كانوا يستعملوا الإقاعات حتى يقدروا يتواصلوا مع بعض وأكيد مع الوقت صاروا يكتشفوا أداية خاصية الصوت إلى أهمية وأداية تنقل حالة الإنسان للآخرين يعني أنا بقدر بواسطة صوت أنقلك انفعالات معينة إذا أنا مبسوطة أو أنا سعيدة أو أنا غاضبة أو أنا حزينة دونك هايدي بتساعد الإنسان يقدر يعبر من خلال صوته ونبلشي هالعليقة نربط نحن الإقاع والنغم يلي مع الوقت صار يجي إذا بدك من صوت كمان الطبيعة الطبيعة الطيور الماء صوت الماء كل هالإشياء ربط الإنسان النغم والإقاع مع بعضهم وبلشي يختبرون الموسيقى إلا تأثير يعني فوق طبيعي ما أنه تأثير عادي تأثير على المثلوقات كلها حتى على النبات مرات الموسيقى بخبره هلأ إن كان لينا بتشرح لنا أكتر إنه بتأثر كتير على النباتات الموسيقى بتأثر على الجنين ببطن أمو أنا بتذكر وقت كانت مارتي حبلي بماريا جون ماريا عطاها هيدفونز للبطن وهلأ بنتي بتعشق الموسيقى من وراء هيدا التجربة يعني بس تسمع حتى الأغاني اللي كانت تسمعهم وقت كانت بفترة الحمل في بطن أمو تتأثر تلقائيا كأنه سامعتهم قبل كأنه شي ديجا فيو يعني الجنين من عمر ثلاثة شهر ويصير يسمع يسمع صحيح فهيدا نوع من التربية نحن منقرر يام نسمعه أصص بلاستيك سيئة يام نسمعه سقافة مهمة يربع لأيبي لما يكبر بيعرف أنه لأ هيدا الشي مزعج مثل التربية بالبيت واحد فيه كلام ما بتقبلي فيه كلام بتحسي حبالي بقعد مع ملحم بتحسي نوع بتعلمي فيه سقافة فيه أشياء هيدا هيدا الموسيقى نفس الشي مستويات فيه موسيقى للمرحلة موسيقى لنهايس بنسية بعد نص سيعة يلي هي إيقاعية وفيه موسيقى بتجيبلك ذكريه هاي هاي أهم شي بتسافري عبلد ترجع بتسمعي غنية بتكوني بالبلد تسمعي بعد عشر سنين بيجو الصور قدامك وين كنتي وشو أكلتي وشو شميت والمعمين كنتي يلا يعني مثلا الموسيقى كمان هي صانعة الحضارات للشعوب يعني قبل قيام لبنان الكيان مثلا الموسيقى كانت كلها موسيقى كناسية مع الأخوان الرحباني بلش يقوم لبنان الدولة لبنان الوطن بلشنا نوعه على كلمة لبنان بالمعنى الفيروزي بالمعنى الآخر يعني قبل كان الشعب اللبناني موجود بس كانت ما عنده هالموسيقى اللي بتجسد تاريخه أو اللي بخليه يحس بالانتماء مثل مع فيروز والأخوان الرحباني يصبحنا نحس بالانتماء للبنان صارت موسيقى تاخد بعض آخر يعني موسيقى حتى ممكن تخلي شعوب ما بيعرفوا يحكوا لغة بعضهم يحفوا مع بعضهم يتفاهموا مع بعضهم ايه يتفاهموا مع بعضهم مثلا أنا بعرف لو ماري بتخبرنا أكتر بروح بيلحن بروح بيسجل ألحان عربية بكييف ببراك ببودا بس مش قليلي هايدي الناس يعني تنتبه لهالأدة وتحس انه قديش لازم تتابع بهالشغف عمل من هيدا النوع ويكون هالأدة حاضر بحياتنا اليومية بعدين حتى من ناحية المادية فيه انتاجيات فيه ضخامة لأمور كتير كبيرة من ورا الموسيقى والموسيقى عمليا مش بالضرورة تكون حياتنا اليومية يعني اذا شنا الموسيقى من ضل نقدر نعيش بس ما منعيش الحياة ذاتة اللي منعيشها مع الموسيقى هيدا الفرق بين الحضارة واللاحضارة هي الموسيقى أكيد عندها كذا واجهه وكذا وظيفة في عندها الوظيفة المعرفية الانتلكتشيال كونيتيف العلاقة بكل شيء ذاكا وفي عندها الوظيفة الانفعالية اللي حكي عنا جان ماري انه بتحكي الذكريات والانفعالات وهيدي في دراسات عمل التجارب على مجموعة أطفال بعمر 8 سنين أربع مجموعات قصمون لستة شهور علمون مجموعة علموهم يعزفوا على البيانو مجموعة علموهم يتعلموا الغناء مجموعة عملوا دروس بالمسرح ومجموعة ما عملوا شيء بس كلهم بعضهم عم يأخذوا نفس البرامج الدراسية قبل ما يعملوا التجربة مرقوا IQ test ومن بعد التجربة ستة شهور رجعوا مرقوا IQ test لقوا ان المجموعات اللي تعلموا الغناء والعزف على البيانو تحسن عندهم IQ 80% بنسبة 80% اللي عملوا دروس بالمسرح تحسن بنسبة 50% واللي عملوا دروس ما عملوا شيء أو يعني عم يتابعوا دروس عادية تحسن بنسبة 20% هو IQ بدوا يتحسن بكل الأحوال مع الوقت ولكن النسبة الأكبر كانت للي أخذوا دروس بالمسيئة هيدا شو بيعني نفنا دماغنا معمول بطريقة الباترنز الموجودين بالدماغ بيشبهوا الباترنز الموجودين بالمسيئة يمكن جون ماري بهالقصص أخبر مني أنه كيف النوتات بتتابعات معينة الإقاعات بأشكال معينة حتى بقولونك الميزيك باروك فيها يلي بيسمعها بيصير عنده قدرة كبيرة على التركيز أكتر من الأنواع الموسيئة الأخرى لأنه معمولة بتركيبة معينة بإلى استركتور بتساعد دماغنا أنه يصير يحفظ أسرع يحلل أكتر بسرعة أكتر وينمع أكتر من حيث النمو والفكرة على السعيد الإيموسيونال مثل ما قالنا التجارب يلي منعيشها كمان مثل ما ذكروا أنه نحنا بس نكون ببطن إمنا منسمع إقاع دقات قلبها هذا أول شي بيعطينا إحساس بالأمان منصير عالطول نبحث عنه بالموسيقى ليه منرتاح بس نسمع الموسيقى ليس الإقاع المنتظم يلي بيريحنا لأنه نحنا سمعنا وقتا كنا بعدنا بهالمطرح الدافل آمين الحلو يلي منحبه بس إشرحينا أكتر شوية دقاتر لينا لكن نحنا شفنا أنه الموسيقى عندها الجناحين الجناح الإنتليكتشيال والجناح الإيموسيونال من هال منطلق نقدر نحنا نقلي الأشخاص الموجودين بمجتمع معين نزد لهم مستوى الذكاء ونزد لهم طريقة التعامل مع انفعالاتهم بطريقة أنه يقدروا يحسنوا من مزاياهم وقتا نحنا نشتغل على الأشخاص إن كان بالمدارس أو بالمؤسسات عم نعليلهم مستوياتهم الفكرية وطريقة تعبيرهم نكون عم نحسن المجتمعات أكيد وعم ندخل حتى حضرات معينة كمان أنت بتعرف الموسيقى بكل الأماكن هي مزيج من أنواع موسيقى من عدة حضرات يعني هي مش خلقة هلق بوقتها هي مزيج من عدة حضرات فبالطبع أكيد بصير نقدر نحنا بواسط الموسيقى نعلي مستوى المجتمع إم تدخلت الموسيقى لعننا لحضراتنا وصارت نوع من ألواع العلاج الجسدي والنفسي بالحضرات القديمة كتير كانت تستعمل إذا بدي يفوت على كل الحضرات أحكي كيف كانت موجودة عندهم ما رح أقدر لأنه يمكن معنا متسعة من الوقت في فير بس بحب دو على العلماء العرب كيف كان عندهم إنجازات كبيرة بإيطار العلاج بالموسيقى وبعلم النفس بشكل عام كانوا بتقريبا سنة 800 هن أول شعب عنده مستشفيات تهتم بالناس اللي عندهم أمراض وخاصة الأمراض النفسية يحطوهم بمطار معينة وقدموهم العلاجات النفسية من بين هالعلاجات كان العلاج بالموسيقى ونذكر ابن سينة كان يجيب عازفين يعزفوا للناس اللي عندهم شيء كان يسمي ملانكوليا يعني هي الملانكولية إذا بديك الاكتئاب وكان يعني وثق بكتبه كيف في ناس عن جد تحسنت كثير عندهم هالحالية اللي كانوا عم بيعانوا منها كمان من نحكي منشوف الدراسات اللي اشتغلوا علي العرب لأنه كانوا مقتبسين من العلماء اليونان العلماء اليونان عدتوا فونكشون لكل مود يعني الدوريان هو شو المود اللي بيعطيك كل مود العرب كمان اشتغلوا على المقامات العربية الفرابي صنف المقامات العربية وصنف مثلا بيقلك في مقامات باسطة ومقامات قابدة المقامات الباسطة تعطيك الشعور بالانبساط والانشراح اللي بتحسسك بالانزعاج يعني مثلا مثل المقام الرست هو بيعطي الاحساس بالفرح والسعادة مثلا مقام الحسيني بيعطي الاحساس بالاسترخاب العجم العجم العظمة النهواند كمان اللي بيعطيك شور بال الاكتفاء والرضا الصدق بيعطيك احساس بالزعل كل مقام عطوه صفة هيدا عم نحكي عن الفرابي كمان افوان الصفة اشتغلوا كتير على وصفوا كيف المركبات الدوائية اللي كانوا يعملوها بيركبوها بطريقة انه تقدر تشفي الانسان كمان الموسيقى كيف يقدروا يركبوا ايقاعات ونغامات معينة لا تقدر تشفي اضطرابات معينة وفي كتير الكن بيشتغل يعني اذا بدنا نعدهم كلهم ما منخلص في كتير تعزب في كتير اساليب تعزيب بالموسيقى صح صح يعني بيجيبوا مجرن بيحطوه على لفل موسيقى واحد على غنية معينة اللوب طول الوقت وفي بيعترف اتردوا ايه او فريقانسات معينة بتخلي ماغس عطول عم يفرس ادرينالين بالموسيقى فيهم يتلاعب وبيعقول الناس بالموسيقى صح بتلاحظوا مرات موسيقى معينة بيكونوا هد ما عنده رغبية يتحرك بيصير يرقص بيصير يعمل الانفعالات ما كان بده يعملها مع هاي الموسيقى بيعملها يعني هتلا استعمال الموسيقى كتير اسليز ملحم بنعرف انه الموسيقى الى تأثير مباشر علينا بس كتير من الوقات الموسيقى يمكن صاخبة او ما منحبها او تطفية والعكس صحيح منكون يعزين بجلسة يمكن نفتح قلوبنا لبعض بس لانه الموسيقى ريحتنا مئة بالمئة لانه بالاخير الموسيقى هي وسيلة الانسان هو اللي بيعمل الموسيقى الفرحة والموسيقى الحزينة واللي بيتحكم بالاشية هو عقل الانسان متل واحد لما بيعطوه سكينة فيه عشرة فيها تفاحة فيه يرتك فيها جريمة الاخير عقل الانسان هو اللي بيحرك الاموذ لشان هكي القطرين الناس اللي بيعملوا موسيقى وبيكونوا عقولوا انشريرا لانه بيقدروا يعملوا يتلاعبوا بعقول العامة بشكل كتير خطير صحيح صحيح طب اذا كان عننا الخيار جون ماري انه نحنا نحط الموسيقى اللي بدنا اياها ونسمعها كيف منختار بناءا على شو هاي دي كتير مهم هون السقافة الموسيقية ان كان للأهل او للمدرسة لانه كتير مهم شو من شو مطلقة لانه كيف السقافة اليوم اليوم موسيقى صارت ببلاش نحنا نما بلاش تسمع موسيقى انا كل شي طلع مساري رح اشتري فيه ديسكات بس لأتعرف عالسقافات اليوم توتي اونلاين بتحطي بسمعي بتختاري وزي مشكلة انه بدك مين يقول لانه اليوم هاي دي كبين هالابليكيشن الي هي عم اتقرر شو توجهنا لانه انا حاطت تكنو حاطت اي دي ام ما بتبعتلي اليك لا انا بحب كلاسيك حب جاز حب طرف حب هاي هالسقافة هاي سقافة مثل الكتب الي بحب يقرأ بده ينوع يعني فيميز وبده ينوع كمان بعدين فيه فنان تعلق فيه بتقولي مش معقولة ما بسمع لها الارتست بيخدني بالترب بيخدني برحلة هاي دا شي كتير مهم نحنا نسمع موسيقى نتعلم منها مش بس نسمع موسيقى باكراوند لا باكراوند اي موسيقى الاساساسور طالين فيها ماشي الحال اي بس اليوم تسمع موسيقى اذا رايح مشوار بالسيارة مش ضرور يكون معك حدا فيك الموسيقى تكون رفيقتك انا بطلع بالطيارة بالطيارة بحطة هاي دا بقعد كل سفرة بتتعرف على ارتست جديد على سقافة جديدة كتير مهم هيدا الشي نقدر منقله الاسف اليوم سيرين بس منتلقى ما في عنا حدا ينصح انه اليوم اذا عبالك هال مود او هال الراحة او هال تريبل معينة اسمعها 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 هاي كتير مهم من زمان الراديو قدام هم سقافة المقدم اللي بيخبرك كان بتذكر انا وصغير بفتح منتكار لو هاي الوحيد يكن تجي عنا حكمة وهبة يخبر رايدي لعملت هيك هاي القصة ليش نعملت اغني صير في خبرية في قصة بعدين في كتير موسيقات نعملو بلا سبب معين يعني اليوم مش بس كل شي لانه انا حب يتقلف هالموسيقى هايدي سامبولير اوديو رفال هي كانت من اللي اسست للجاز ميوزيك بخبرية تبعيتها انه وقتا طلب من رفال يعمل موسيقى بلشت صوفت عنده ضيوف عنده بعدين طلب انه من رفال اخيرا تكون مزعجة ليفلوا العالم اسست للديسونانس اللي هي اجا الجاز الميوزيك علي هايدي شغلي كتير كتير مهمة اكيد عندك حب وشغف وتعلق بالموسيقى يعني هايدي ما بدا سؤال اكيد شغلتنا بس بدي اعرف منك اي نوع موسيقى بتحبها يعني اي نوع موسيقى اللي بتحس فيها بالراحة التامة بس تسمعها او تعزفها هلأ حكم قيلتي قيلتي شرقية اكيد موسيقى الشرقية بس لا يمنع انه بسمع اكيد كلاسيك بسمع كل الانواع الموسيقى لانه كلها غزاء كله بيتغذى موسيقى بكل انواعها تعطي للموسيقى موسوعة كبيرة يضل يكون فيه بدماغه وبخزانه بالأحرى يكون فيه اكتر من نوع موسيقى العازف ممكن يكون كمان مطرم عندك صوت حلو اكيد بس مشكل مشكل واحد يكون صوته حلو يتنعن بيقول جامري بيقدي بس ما صوته حلو بخاف انه يوصل للمطرم مش اداء جيد لانه دائما المطرم او الفنان اللي بديو ياخد اللحن بيتأثر جدا بالملاحن طلعت شي نغمة معاك قبل بمرة يعني جربت تلحن شي كاته شي حاسه وبتعزف على قلة موسيقية معينة ولا لا 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 كمان لا ماني عازف ابدا هيك اماتار يعني بدندن شوية تقصص كذا بس ماني ماني موسيقى ابدا ومرات بكون كاتب شغلي مثلا بعض الاغاني اللي لحنن جامري بلحنن كتير غلط يعني حاولت بس ما مش يلحن يقول له هيتا نقول له هيك مثلا بكون انا لانه منوحي شي لحن حافظه طبيعي هاي دي ما بتصبط مع هاي دي تطلع يعني ابدا غير متلائمة اللحن اللي بقوله مع الكلمة اللي بكتبها يعني بشو ماري ايه 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 اذا عنده متزوق فنيا هو لمي ما بتصبط معه الالحان اذا احساسه هيك مش يعني مش يعني اول شي اللحن موهبة بعدين علميا بيصير مع الخبرة بيقدر واحد يفسر اكتر هيدا ما في واحد واحد ما بدي وصلت الحين كانت الحين لانه كتير صعب تقري ناص وتحوليه لاغنية انك تعملي موسيقى بدون كلام هيدا الفكر معين وكل حدا مننا بيحسوا بطريقته اللي هو بحاجة لقلق انا بعمل موسيقى انك بتخليك ترتاح غيري تخلي يبكي واحتين غلينام كل حدا شي بس انا تعملي اغنية الناص كتير اساسي كي نافيا يوم ما فيه اول انا اا حبيبي نفس الوقت حبيبي شي غلط شي بدي صد يعني انا لما تكون حدا عم يغني بستوديو ازا ما صدقت الكلام كيف عم يحسوا اللحن ازا ما كان صادق ازا بيمطرح في طلب معين مطلع لحن ركيك مطلع رحن عادي فيه الحان بتبقى انا عملت حبيتك انا مطرة فكرة هالاغنية كان عم يحكي عن انه تذكر هالكلمات ادعبه وباخر شي الفكرة انا طلبت وقتها من نيزار فرانسيس انه بدي بياخر الاغنية انا عتبي عليك وعا اسويت عينيك مطل اللحن متل الاول بالاول فيه حب بل تذكر هالكلمات بالاخير صار فيه الموسيقى طلعت فيه غضب فيه انا يعني عا شوين نسبة يعني عادي كيف انه ده شو اللي بيوصل للقلب اسرع الاغنية او الموسيقى ولا كمان اغنية موسيقى لا اصده كلام ولحن او الكلمات اي اه اصده الاغنية الاغنية بتوصل للعالم اكتر من الموسيقى الموسيقى بدا بدا وقت لينفهم شو عم بصير انا مع تجربتي انا بالموسيقى ما بيوصل ضغري بسرعة الاغنية بتوصل اكتر لانه فيه الكلمة بتفسر شو مضمون هال النص او اللحن اللحن الاوي حتى لو عزفتين موسيقى بعدين بيضل اوي يعني اليوم ما في كي تجي تقولي بتقري تقول نص شفتم نبعيدة اذا جيت قريت شفتم نبعيد ماشي وحيمد اوكي حلو بس كيف تلحنت اذا عزفت بس موسيقى بعدين رح تتذكري سحن الكلمة قوة اللحن كتير عزيم اذا اجا مع كلام اوي مع اداء صادق مع توقيت جيد تبقى بالتاريخ صحيح في اغاني بيمرؤوا بعد جمعة بيخلصوا في اغاني بيضلوا معنا نحن نحملهم و هلأ وقتهم يمكن هول الأغاني اللحن تحكي عنهم للأسف سحح حكينا كتير عن الأسئة باعتقد لازم نسمع شوية موسيقى لازم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة بحفظ بعض ابيات الشعر بس من الكتاباتي تقريبا ما بحفظ شي يعني بعدني حافظ قصيدة شعر حر شوي على البخور بس اكتريته حر من ايام المراهقة هاي القصيدة اللي بعدني حافظها يعني ليش معلقة عندك لانه من وحي الشعر الاندلسي اوريجينال كتير يعني من وحي الشعر الاندلسي اوريجينال لشناك حفظتها بتسمعنا ياها؟ اذا بتتحملوا هالشي حمسولي يطل حمسولي ما تعتلها؟ في كدان دين دين؟ مع معمو مع اكمبانيو موقف ايو موقف تأكيد تسلام يا حاج من اين للشمس حمرارها النظر؟ من اين للقمر الطهر والنظر؟ جل من في السماء فهل ابقى سنية عمري انتظر؟ اسألك ربي فاجب علي لا تتركني في الظلام انحدر فاذا نور من السماء يسطع من حولي وينتشر يملأ الارض ضياءا يحل احاجية فتموت وتندثر لا تفضحن السر يقول لي فما امليه عليك ملؤه الخطر؟ اجبت وقد علمت وليس الجواب يستبر من وجنتيها من وجنتيها حبيبتي سرقت الشمس حمرارها النظر ومن عينيها في الليل في الدجا يسلب نوره القمر فلو رأى الجمال فلو رأى الجمال جمال حبيبتي يموت غيظا وينتحر الله 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 واو